اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية منطق العرب نهار اليوم سادة أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة كانت حارة بشكل لهفت في منطقة الأهوار والبحر الميت والعقبة وعموم المناطق المنخفضة هذه الأجواء الحارة يتوقع أن تنكسر وتخف حدتها قليلا خلال أيام القليلة القادمة لتعود درجة الحرارة إلى معدلاتها مثل هذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل أيضا تنخفض درجة الحرارة ليلا لتعود الليلة اللطيفة والمائلة للبرودة خلال نهاية الأسبوع الحالي تفاصيل أكثر نستأرضوا في هذه النشرة نبدأها كالعادة بسوء الأقمال الصناعية منتقطة خلال ساعة صباح اليوم حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم مناطق المملكة وعموم منطقة بلاد الشام وأيضا شرق البحر الأبيض المتوسط كانت عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية تفاصيل أكثر حول درجة الحرارة المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء سهلت أجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة درجة الحرارة استمرت أعلى من معدلتها مثل هذا الوقت من العام أيضا خلال ليلة الثلاثاء على الأربعاء أيضا تستمر الأجواء دافئة بشكل لافت مع استمرار تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا في عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام يوم الأربعاء تنخفض قليلا درجة الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلتها مثل هذا الوقت من العام تستمر الأجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلا اعتبارا من مساء يوم الأربعاء وتنخفض يوم الخميس لتصبح حول إلى أعلى بقليم المعدلات مثل هذا الوقت من العام وتسود أجواء ربيعية دافئة بعدما كانت أجواء حارة نسبيا في عموم المناطق التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الصحور تسود أجواء غالبا صافية 20 درجة مئوية المحسوسة أيضا 20 الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة بالتالي السحور في الخارج سيكون جيد إلى ممتاز بالنسبة لتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة نبدأها بيوم الأربعاء حيث تستمر الأجواء حارة نسبيا 30 درجة مئوية كحرار العظم أما الصغرى تنخفض لتسجل 18 درجة مئوية يوم الخميس تنخفض قليلا درجات الحرارة لتكون حول 28 درجة مئوية وتسود أجواء ربيعية دافئة أما الصغرى تنخفض لـ 18 درجة مئوية يوم الجمعة واصل الخفضة لتصبح حول معدلاتين مثل هذا الوقت العام 27 درجة مئوية أما الصغرى 17 درجة مئوية وبالتالي تعود الليالي اللطيفة والمائلة للبرودة كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري